فيه الأستاذ إبراهيم متولي بيقول أنا مواطن كنت عامل عملية تغيير مفصل الحوض بمستشفى التي يسير بالزأزي وبعد 15 يوم اتخلع ولما ذهبت إلى مستشفى دين وضعونا على كامل تنتظر حتى يتم تركيب المفصل أرجو الاهتمام احنا تواصلنا فعلا مع التأمين الصحي اللي أفاد أنه تم التواصل بالمريض إبراهيم محمود متولي وأفاد أنه يحتاج عادة العرض على استشاري عظام لإجراء عملية تغير مفصل تم التنسيق له وتوجيه لمدير فرع التأمين الصحب الأليوبية وتم استقباله من قبل مدير الفرع المتابع بعنم واتباع اللازم ده كان رد المريض بعد المقابلة ايه بقى المريض قال ايه بقى الدكتور المريض قال أنا رحت قابلت الدكتور جمال سلامة مدير التأمين الصحب الزازية وأخذ مني سورة البطاقة والتقرير وقال لي خلال اسبوعين حيتصل عليك احنا طبعا عارفين أنه فيه أزمة في موضوع المفاصل بسبب العملة والآخر وقتها وأنه يعني الحاجات اللي يعني فيها بعض المشاكل شوية لكن اللي احنا بنقول عليه بالنسبة للأستاذ براهيم متولي يا أستاذ براهيم هل تم التواصل مع حدك ولا لا؟ هل تكلمك ولا لا؟ وانت صنع بيه أو تواصل مع الدكتور مكتب الدكتور حسن عبد غفار مشهور الإعلام وزمينة الأستاذها هنا وكلموا المريض وتواصلوا معها وبعطينه مدير التأمين الصحي في الزعزيق وكان الرد زي ما حضرتكم شبتم في هذا القطار أنا كل اللي أنا أقصده في هذا الأمر أنه الصفحة قدام حضرتكم احنا بقادة ده المهندس ده الدكتور حسن عبد الغفار بنشكرك أفدنا بشكر جزيل على اهتمامك وبنشكرك شكر جزيل أنت بتابع معنا الحاجات اللي زي دي احنا في الأول والأخذ زي ما حضرتكم كده احنا مهمتنا أن احنا يعني نساند بعض نعكز على بعض نقلل المشاكل على بعض ترجمة نانسي قنقر